عودة شكيب خليل فتحت ملفات كانت في خانة المسكوت عنها ولد بوهراوة في هذا التقرير الدخول إلى المكتب والجلس وراء شاشة الحسوب وبعث رسائل عبر البريد الإلكتروني للصحفيين هي المهمة التي كلف بها أعوان المخابرات بأمر من ضباط الجهاز سابقا كما كان يفعل صاحب هذا الحساب لتساق هذه التسريبات في تقارير على الصفحات الأولى للجرائد ومنها يومية الوطن النطقة بالفرنسية والتي تناولت ملفات الفساد المفبركة تحت الطلب قصدنا مقر جريدة الوطن لمقابلة مسؤوليها والحديث عن الموضوع لكنهم رفضوا استقبالنا رفيق غزالي المدير العام السابق للوكالة الوطنية لتسيير الطرق السريعة واحد من ضحايا هذه التسريبات فبعد عودته إلى أرض الوطن وتعينه مسؤولا في وزارة الأشغال الأمومية وجد نفسه متابعا في قضية فساد ملفقة تقارير اللي كانت تنخدمه هذا ما نعرفهاش نقرأ على سبيل المئة في الصحف وإذا كانت هناك تقارير غالطة فلا بد أن نسأل من أخذ هذه التقارير وعملها يطالب اليوم رفيق غزالي بإنصافه ورد الاعتبار له خاصة وأن ملفه حول للمحكمة العليا أنا أنتظر إنصافي من هذه القضية من طرف العدالة هكذا كانت تدبر المكائد بليل وما فحواها سوى المثل القائل تمخذ الجبل فولد فأرا